السلام عليكم ازايكم عامدين ايه رب تكونوا كويسين وخير يسعد الله اوقاتكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بيزن الله كرأتنا جديدة وحصرية على قناتنا لموليد برج الجوزاء صل على الحبيب عليه افضل السلاة والسلام كدترف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدم تاريخ الفيديو بتاعك ايه برج الجوزاء خمسة يونيو خمسة ستة ده تاريخ الفيديو بتاعك التاريخ بس علشان مصدقية في قناتك اما كرأتك عامة ومفتوحة وتنطبك على الجنسين انزل يلا في الكومنتات بصلا على الحبيب وكمان ايه قولي الدعاء بتاع سيدنا يونس اللي قاله لما كان في بطن الحود وربنا خرجه ونجاه انزل واكتبه بنيتك وان شاء الله بإذن الله ربنا يخرجك ويفرج همك من اي ديء ومن اي خنة انت بتمر بيها يلا بينا بقى نشوف ايه اخبارنا الفترة دي على الملح الروحاني بتاعنا يا موليد برج الجوزاء بسم الله اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد برج الجوزاء انت الفترة دي محاط بتفكير كتير محاط بكلام بيتقال عنك كتير في حاجات عايز تعمل هلاكة الوقت ده متردد او خايف او الان عندك مساعدة من حد والمساعدة دي هتكون جميلة جدا لانها هتكون طاقة ايجابية او فرج عام لحياتك لازم اعصابك تكون هدية لان انتو في تقدم الفترة دي انتو دايما في تميز عندكم او انتو دايما بتميزوا نفسكم باي حاجة ما بتحبوش النفاق ولا الكسب ولا الخيانة لكن عندكم مواجهة الفترة دي او عندكم عتاب مع قعدة او مع حد تاني في طاقة سلبية مؤسرة عليكم الطاقة السلبية دي جاي لكم من واحدة ست عمالة زن عليكم الست دي زنانة بطريقة كبيرة جدا لدرجة ان الطاقة مؤسرة عليكم عمل لكم ضغوط نفسية كمان فيه قرار هتاخدوه القرار دي هيحميكم من حاجات كتيرة في حياتكم فيه حاجات انتو بتزودوا همكم بيها حاجات ضغوط على نفسكم اوي الفترة دي ابعيدوا عن اي حاجة ممكن تؤثر عليكم لان انتو في وقت محاطين بالتفكير محاطين بالامور عندكم سلبيات مؤسرة على الضغوط النفسية بتاعتكم فياريت دايما اعصابكم تكون هادية فيه كلام يخص ابراج نارية فيه حد هيتكلم معاك من ابراج نارية مواضح هتتفتح من ابراج نارية كلام هتاخدوه وتدوه من ابراج نارية الله اعلم فالفترة دي هي فترتكم بس انتو كل المطلوب منكم بلاش تتكلموا مع اشخاص فعلا تحسوا انهم كذبين ومنفكين بلاش تحكوا عن اي حاجة انتو عايزين تعملوها لان التقدم الخير لكم هيكون طاقة جديدة او طريقة مفتوحة لكتير اوضاع عندكم بقالكم مدة كبيرة شايلين هم كبير بقالكم مدة كبيرة خايفين جدا من بكرة لكن الوقت اللي جاي ده هيكون وقتكم انتو فاعصابكم تكون هادية بقدر المستطاع في حسد عليكم الحسد الشديد اللي عليكم ده دغوط نفسية مسبب لكم وجع تكايوسات في المعدة وجع في الكولون وجع في الجسم عندكم حاجة هتكون مقضية الفترة دي وهتكون مفتوحة قوي قدام عليكم الست دي لها ممكن يكون عندها طفلين او عندها اولاد ست دي خبيثة قوي انتو عندكم دخول برجل اليمين في حاجة جديدة لكم ممكن تكون دخول محكمة دخول شرق حاجات جديدة موضوع جديد طاقة جديدة فرق جديد تغيير حالي الله اعلم لكن الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم في المور من بعد ضلمة في طاقة جديدة على جميع الاصعب بتاعتكم في حاجة كل ما بتقولوا خلاص بتتأجل عندكم والحاجة دي انتو مش عارفين تفسروها يعني مش عارفين تفسروها ازاي او مش عارفين تعملوا ايه قرارات وحيرانين فيها ممكن يكون عندكم رجوع لاشريك عندكم كلام يخص الشريك عندكم حاجات هتفتح في العلاقة العاطفية لان العلاقة العاطفية فيه توطر وفيه حيرة فيه كلام يخص ابراج مائية زي ابراج هواقية زي برج الجوزاء برج الميزان برج الدلو عندك ابراج هواقية في حياتك ليك علاقة بيهم او ليتي علاقة بيهم فيه حاجة تخصهم فيه مواضيع فيه مواجهات الفترة اللي جاية هتتفتح بخصوص الابراج دي الله اعلم لكن انتو في وضع حاليا محصارين عن كل حاجة بتحصل في حياتكم لان كل حاجة بتحصل حاليا مش على هواكم وانتو مش عايزين الحاجة دي بس بتقول الحمد لله وراضيين وبترمهمكم على ربنا كلام كتير هيتقال في حياتكم الحقيقة العاطفية هتكون كتاب مفتوح لان الوضع اللي انتو فيه حاليا وضع هيكون الكوكب مكتمل عندكم وطول ما الكوكب مكتمل طول ما الحقيقة العاطفية هيبقى فيها التحسن وهيبقى فيها خروج من الهم اللي انتو فيه حاليا بس انتو مترقبين من حد اللي يكون علاقة بيه مترقبين منه عايز يتكلم معاكم عايز يفتح مواضيع معاكم مرقبكم على جميع الاسرد ودي حاجة مقلقاكم شوية حاجة مخوفاكم شوية فيه الشخص هيكون واضح معاكم الفترة دي وهيفتح معاكم اكتر من الموضوع علشان هو حاسس اتجاهكم احاسيس وهيبقى فيه كلام كتير كمان البعض منكم عندهم نقطة على الحروف هيحطها بس فيه حاجة مسبب لكم الوجع اللي كواكم ده مسبب لكم الحزن اللي انتو فيه حاليا انتو خايفين من بكرة رغم ان انتو يعني مش عارفين تفكروا ازاي حاليا مش عارفين تبدأوا ازاي فيه قلق وفيه حيرة وفيه خوف فيه حزن مؤثر عليكم لكن الفترة اللي جاة دي هيبقى فيه حز حل فيه طاقة جديدة الطيبة عندكم فيه طيبتكم فيه ألم في طيبتكم فيه خيب امل من ناس معينة في حياتكم او انتو عندكم افكار مسيطرة عليكم لازم تطلعوا منها ولازم تبعدوا عن اي فكرة ما اثرها عليكم لان انتو عندكم بداية جديدة والبداية الجديدة دي انتو اللي هتاخدوا فيها القرار فيه خطوط او فيه احداث انتو رسمينها حاولوا تستغلوا الفرص اللي هتكون على جميع الاصعود عندكم لان عندكم تحقيق حل تحقيق حاجة جديدة فيه طاقة جديمة انتو طاقة جديدة انتو طلعين السلم والسلم جد قدامكم مفتوح وعشان كده هتلاقوا مشاركة كلام مشاركة اخبار مشاركة امور جديدة والامور دي هتفرحكم او لاني على جميع الاصعود هيكون فيه تحسن حالو انتو خلاص قررتوا ان انتو تبعدوا عن اي حد ممكن يأذيوكم عندكم خروج واحدة مش كويسة استيتي دي مش يعني استيتي دي هتخرج من حياتكم استيتي دي هتمشي فعلا طرف تاني هيخرج او حد بيأذي فيكم لان عندكم تغيير عتبة تغيير سكن تغيير مكان فيه حد عمال يفكر فيكم ممكن يكون الشريك عمال يفكر فيكم حيران جدا زعلان جدا عليكم لان ممكن يكون سابكم بعد عنكم الله تعالى لكن الحظ هيبدأ عندكم بحلول كتيرة جدا وهتكون مبسطية لان هيكون فيه روحة نفسية او الفترة دي او اعمالكم هتبدأ تتحسن اعمالكم هتبدأ تتخطو جميع المشاكل فلازم تستغلوا الطاقة بتاعتكم لان الطاقة بتاعتكم دي اللي متوزع عليكم هتبقى تحسين على جميع القصعد بتاعتكم عندكم فترة مميزة فترة مليئة بالانفراجات فترة مليئة بالرضا فترة مليئة بتحقيق المشاريع عندكم انتو بتسعوا والسعي ده جميل جدا لكم كمان فيه حد هنا هيقدم لكم مساعدة والحد ده هيكون قريب منكم ومن خلال مساعدته هتحققوا انجاز كبير او هيبقى فيه تسهيل في ورق السفر تسهيل في ورق انتو مقلقين منه فيه امور حالة بس انتو منتظرين كلام منتظرين حاجة معينة بقالكم مدة والحاجة اللي منتظرينها دي انتو عندكم استعداد تعملوا حاجات كتيرة من اجل ان انتو تصلوا للحلم بتاعكم فدايما اقول بلاش القلق وبلاش الحيرة وبلاش الخوف من بكرة كونوا دايما على سكة لان القادم لكم هو خير فقط لغاية كمان انتو هنا على يقيم بان ربنا هينهي كصص كتيرة في حياتكم وهيددأ لكم حاجات جديدة في خير وفي ايام جميلة هتتوزع على جماعكم ان شاء الله بإذن انتو اتخذلتوا من ناس كتيرة جدا والناس اللي اتخذلتوا منها دي كنتو مقدمين لها غير الحلو بس يعني مقدمت لها حاجة شار تعمل كدا انتو حاليا المستنين فلوس او عليكم فلوس او عليكم دين عليكم حاجة تخص الفلوس عايزين تتكلموا عايزين تفتحوا عليكم حاجة عايزين تفتحوها الله وعلا لكن عندكم شوية اوجاع ده من الحسد الشديد صدع مستمر قولون عصبي ضغوط نفسية والبعض منكم عنده اكتئاب الاكتئاب ده من حاجات كتيرة جدا على جميع الاوضاع بتاعتهم فاعصابكم فورا لازم تكون هادية واموركم تكون مستجدة عندكم اتنين اتنين مش كويسين خالص طول الوقت طول الوقت عندهم طول الوقت بيحطوا عنهم عليكم طول الوقت عايزين يأذوكم عشان كده انتو في فترة قلب في فترة حيرة في فترة خوف في فترة ركول طول الوقت تاما لأعصابكم لحياتكم لأموركم لحاجات عندكم عندكم علاقة نرجسية والعلاقة النرجسية دي شخص كذاب شخص منافق شخص متعدد العلاقات انتو حاليا معاه فاريت تخلوا بالكم منه لان هو بيحاول يأذيكم او هو اصلا بيأذيكم اذي مشاعركم اذي قلبكم وانتو مش عاجبكم الوقت في بداية جديدة والبداية الجديدة دي هتكون حلوة لانها بتدل على الخير بتدل على السقة بنفس بتدل على جميع الاوضاع اللي عندكم بس انتم مترددين وخايفين من فترة كلها ارهاق كلها تعم عندكم تحرير من علاقة تحرير من كيود تحرير من شخص حاسين قدية ان هو بينافق فيكم وبيلعب على جميع الاطراف الشخص ده فعلا هو كذاب وبيرعب على جميع الاطراف وانتو عندكم احساس بكده بس انتم مش عارفين تتعاملوا معاه اذا حاولوا تستعيدوا ثقتكم بنفسكم وتجروا على الحاجة اللي بتفرحكم مش تفرح الاخري ممكن يكون البعض منكم عنده زيارة عائلية عنده قاعدة عائلية لانه هيكون في تحصل مع اضواء العلقة كمان في ناس انتم تتعاملتوا معهم ازيتكم اوي وده اللي بهايلكم ان هما كانوا ناس غلط في حياتكم لكن كده هيكون عندكم موجة وعندكم امور هتستجد في طريق جديد بيظهر قدامكم خطوط حلوة جديدة في انتزعكم لان في مقلقاء حلوة او مقابلة حلوة او تغيرات جازرية في ناس غلي عليكم هيكونوا السبب في انكاسكم من اشمشاكل من حاجة بتتعرضوا لها من حاجات سلبية البعض منكم عنده قوابيس بيحلم بها حاليا عنده احلام مزعجة عنده حاجات بتتكرر معاه عنده حسد شديد واقع عليه الفترة دي هي من اكتر الفترات اللي فيه وجع في الجسم بس ما تزعلوش خالص لان هيكون عندكم نصر على اعداء او نصر على حد بيكسر في قلبكم فيه خبر متعلق بكم هيصلكم عن طريق شخص غايب عنكم بقاله مدة غايب عنكم مفيش استقرار بينكم هيبقى فيه كلام بينكم وانتو منتظرين حاجة جديدة في حياتكم تحسن جميع الاوضاع بتاعتكم انتو حاليا سبتين على رأيكم وسبتين على شخصيتكم مسبتين على المبدأ بتاعكم بلاش تفقدوا السقة في نفسكم لان فيه امور هتستجد عندكم وفيه خير بس حالة التشتت اللي عندكم وان فيه شخص عندكم مش كويس عايز يشمت فيكم او مستني الشماتة فيكم ان شاء الله باذن الله عمر ما ربنا هيكتب لكم ان هو يشمت فيكم لان هو فعلا مش كويس وبيحاول يأذي فيكم انتو بدأتوا تحطوا ناس في كفة وناس في كفة وبدأتوا تاخدوا القرار الصح حاليا انت فكرتوا كتير اي نعم انتو يعني بتعندوا اي نعم متسرعين اي نعم متعصبين بس الفترة دي هتاخدوا القرار الصح والقرار ده هيتبني عليه حاجات كتيرة جدا في حياتكم البعض منكم هنا بسم الله ما شاء الله عن ايه هيبقى في نجاح من بعد فشل انت ممكن تكونوا فشلتوا كتير في علاقة عاطفية في علاقة مادية الله يعلم لكن الوضع بتاعكم هيكون مريح جدا والخوف اللي عندكم ده هقدر تحق منه انتو ممكن حاليا بسم الله ما شاء الله عليكم التغيير اللي عندكم هيكون طاقة جديدة واستقرار نفسي فبلاش القلق بلاش الحيرة بلاش الخوف من بكرة ارموا همومكم مرأ ضهركم انتو في حد معارض لحياتكم في حد بيقذ فيكم في حد بيغزلكم في حد عالق عايز يكساركم الله اعلم عندكم امور تخص اطفال مفتوحة امور تخص اولاد بعد عنكم او انتو عندكم اولاد مستنينهم الله اعلم الفترة دي او فترة التعب فهي هتحل منكم بإذن الله بس عايزكم تخلوا بالكم من تعبان بغشين بيدور ويليف حوالكم في حب جديد في شخص جديد هيدخل حياتكم في حد هيعرف يحتويكم وهيمر معاكم الايام الصعبة لانه هيكون الشخص دام حاجة من عند ربنا فانتو ما تقلقوش خالص في طاقة جبيرة عليكم هتتوزع الفترة دي انتو بدأتم يعني ما تخافوش من اي حاجة زي الاول اني بدأتوا تقولوا اللي ربنا كدب هو اللي هنشوفه عشان كده التحسن اللي قدامك مفتوح والاخبار الحلوة قدامك بإذن الله في فرحة ببيتك في حاجة بديدة ببيتك والستة اللي عاوزة تأذيكم دي باي طريقة و باي شكل الستة دي من المقربين لكم من اللي بتعرف أسراركم الحسد ما بيجلكمش من بعيد الحسد بيجلكم من أرض بيتكم من الناس اللي عارفة كل حاجة في حياتكم في أحداث هتبشركم بشراق حاجة جديدة او بحاجة طال انتظرها في حياتكم او بحاجة انتو بقالكم مدة مستنينها بقالكم مدة مشتقل لها بقالكم مدة بتحوشرها لاني توصلوا للهدف بتاعها في حد عندكم تعبان والحد اللي تعبان ده مش واخد راحته مش عارف ياخد راحته او ممكن يكون في خانقة او في ديئة او في تعب نفسي في تعب جسدي الله أعلم لكن ان شاء الله بإذن الله ربنا هيكون كريم عليه وهيشفي من عنده الفترة اللي جاي لانه هو تقلم كتير او في خانقة او في ديئة او مسجون او مريض الله أعلم او هو بيمر حاليا بفترة يأس وظلم وإحباط وعشان كده قريب جدا ربنا هيفك قربه وهيسر أمره علشان فيه ستة عمالة تدعيله او فيه حد قلبه بيتقطع على الناس دي فيه رزق جبير جدا والرزق ده هيكون من عنده ربنا ليكم وفي حياتكم هيكون خير اول ليكم في طريق السفر طريق بداية طريق فتحة خير طريق شوال الجيل طريق هيبقى فيه مجهود لكم انتو مش لحد او رزق كبير من عند ربكم هيكون قريب طريق مش متوقعين فهيتفتح قدامكم فيه شخص بيحبكم هيحاول ليصالحكم الله أعلم الوضع بتاعكم كله هيبقى فيه تحسن وراحة نفسية من عندكم بيحلم بأمنيا ان هي نفس نفسه وتتحقق نفسه توصل لله بإذن الله الرومية دي هتكون جميلة جدا وهتكون طاقة إيجابية وهتكون فرج على جميع الأسعد لان فعلا طال انتظاركم فيه تقلق عندكم وفيه خير على جميع الأوضاع بتاعتكم بس حاليا حاليا انتو خايفين حاليا حاليا انتو حيرانين فيه حاجات كتيرة جدا بتمرق بيها وبتلتزموا بالصمت لان بتقول الصمت مفتاح الفرج وطول ما انا سكتة طول ما الانفرجات هتكون حلوة عندي طول ما هيكون فيه تقدم ويكون فيه خير فابقوا قبعوا القلق وقبعوا الحيرة وقبعوا التوتر وقبعوا العراقيل اللي أزيقكم ارموا ورا ضهركم اي حاجة فيه دخول حاجات جديدة هتدخل على حياتكم وفيه تتخدم حلو جدا على بداية الفترة اللي جاية الفترة دي انتو متحملين فوق الطاقة بتاعتكم متحملين فوق طاقتكم بزيادة وبتقولوا خلاص احنا عايزين نغير عايزين نمشي عايزين ناخد خطوة جديدة اللي بعد على اي مشاكل مأثرة علينا حاجات كتيرة جدا عايزين توضحوها وعشان كده فيه فكرة جديدة على احياتكم الفترة دي من الفترات او من امور عندكم محتاجة مغبوض او محتاجة طاقة مختلفة عندكم ان حد من المحيط حد من الاصدقاء او حد من لكم انتو الحد ده هيقول كلام هيدايقكم شوية وبعد كده انتو هتحاولوا ان انتو تطلعوا من العزلة والروتين السلبي لان انتو هيكون عندكم تغيير جو تغيير مكان بينكم وبين حد زعل خفيف يعني زعل مش محتاج ان انتو تقطعوه بس زعل خفيف هالزعل ده باذن الله هيتحول لحاجة جديدة وهيبقى فيه كلام بينكم عشان فيه خبر هيفرحكم اوي وهيخليكم ترتبوا امور جديدة فيه حياتكم بشكل افضل من كده وحاولوا دايما ما تصدقوش اي حاجة فيه مخيلاتكم فيه حاجة فيه حياتكم الفترة دي فترة اي نعم انتو بتعانوا من بعض الافكار السلبية لكن مستقبلكم القادم هيكون جميل وانفرجاتكم على جميع الاصد هتكون حلوة الفترة دي هتركزوا فيها اوي في بعض الامور لاني هتبدأوا ترتبوا حياتكم بشكل جديد وفيه اعادة لحساباتكم واموركم المادية بس دايما اقول احذروا من النفاق والكسب والخداع والظلم اللي متوزع عليكم الاعداء الحلوة اللي هتعدوها دي هتبقى فيها لم شامل لاني انتو بقالكم مدة فيه نفور بقالكم مدة فيه ضغوط بقالكم مدة حيرانين وجع في المعدة وجع في الجسد ضربات قلبي سريعة فيه كمان مشاكل نسائية ممكن مشاكل في الرحم مشاكل في عدم الخلفة مشاكل حائر انسا شوية مشاكل وشوية المشاكل النسائية مسبب لكم موجع في الضار ومسبب لكم ألم بشكل مختلف فيه كمان مناسبة حلوة هتحضروا لها والمناسبة الحلوة اللي هتحضروا لها دي هتكون خير لكم لاني طال انتظاركم وطول ما طال انتظاركم الفرحة اللي هتكون قادمة عليكم دي هتكون امور مستجدة عندكم شخص تعبكم شخص خذلكم شخص الشخص ده واخد منطقتكم الشخص ده عارف فعلا ليه أماكن معينة بيدخل فيها لكم مخليكم مخبئين هتجي لكم فرصة في الحياة والفرصة دي مش هتتعود تاني لان الفرصة دي هتكون مرة واحدة في العمر انتو هيكون عندكم تواصل بينكم ما بين حد من بعد نفور او من بعد خزلان من بعد قصرة قلب من بعد وجع كبير في الحياة وكمان هيبقى فيه يعني طاقة بعيدة عن التردد وبعيدة عن الخوف لان طاقة التردد عندكم هي اللي مسيطرة عليكم وهي اللي مخليكم بتفكروا كتير جدا فالعلاقة اللي عندكم هتتحول لطاقة جديدة هتتحول لمواضيع جديدة لان حالة الركود اللي عندكم على شخص مشتقله او على شخص بيرقبكم على السوشيال ميديا البعض منكم عنده طرف تاني الطرف التاني ده هو المتحكم الاساسي في الاوضاع بتاعتكم هو المتحكم الاساسي في كل حاجة عندكم فطول ما اعصابكم بتهدى طول ما انتو بيبقى فيه تقدم طول ما انتو متوترين وخايفين طول ما انتو بترجعوا نقطة الصفر تاني ونقطة تسرق الصفر دي عندكم بتكون بداية لحاجات كثيرة جدا انتو مش مستعدين لها فعندكم امنية هتتحقق والامنية دي زي ما يكون دراسة رجوع طاقة جديدة فرج حمل الله اعلم هي الامنية اللي هتتحقق عندكم دي هتبقى تواصل على جميع الاسعد بتاعتكم فياريت تخلوا بالكم من نفسكم واعصابكم تكون هادية الفترة دي طاقة كبيرة المنفصلين اليومية دول او كلام خص المنفصلين المنفصلين بيفكروا بشكل عام بيفكروا في حاجات كثيرة جدا عايزين يحلوا الخلاف اللي بينهم وبينحد في كلام بينهم وبينحد في موضوع مستنين تقييم علاقة مستنين كلام في محكمة الله اعلم المنفصلين عايزين كلام او عندهم طاقة تردد او خايفين جدا من التردد لازم عشان تحسنوا ايامكم ما تفكروش في اي حاجة تخص الماضي لان الماضي بتاعكم يقلم جدا الماضي بتاعكم كان كل توتر وكل رقود فانتوا حاولوا ان انتوا تهدوا عصابكم الفترة دي وما تفكروش في اي حاجة كانت في يوم من الايام ازياكم فيش شخص عندكم في حياتكم منافق احذروا منه ان الشخص ده بيلعب دور كبير جدا في حياتكم العاطفية وبلاش تصدقوه وبلاش ان انتوا تمشوا وراء كلامه تمشوا وراء احساسكم ويريت يفضل عقلكم لان عقلكم هو اللي هيكون احسن من قلبكم في تفكيره او في اموره انتوا بتخفوا مشاعركم بتخفوا حياتكم بتخفوا حاجات كتيرة جدا عندكم لان مش عايزين تبينوا اي حاجة عندكم لان الوضع بتاعكم مش مستقر او انتوا حاليا ما عندكمش استقرار ما عندكمش حاجة في امور بحاجات او في امور مدايقاكم في امور بفقدين سكاتكم الله اعلم فياريت تهدوا اعصابكم خالص واعصابكم دايما تكون هدية لان طول ما اعصابكم هدية طول ما انتوا هيكون في فترة من التقدم وفترة من الراحة اه الازدهار والسكة بالنفس اللي عندكم دي خير قوي وامور حلوة جدا جدا في جميع الاوضاع بتاعكم في حد ندمان عندكم عليكم او في حد زعلان عليكم عايز يكلمكم عايز يفتح معاكم مواضيع عايز يحسن الاوضاع اللي عندكم لان فعلا يعني ممكن يكون هو او انتوا زلمتوا نفسكم معاه او هو اللي زلمكم معاه اه يعني امور متل اغبطة عندكم مش عارفين انتوا توضحوها او ما عندكمش بيقاش عندكم لا مبالاء مع الناس اللي تتعاملوا معاها ببقيتوش عايزين تفتحوا مواضيع رغم اني عندكم حد ناس بتحبكم يعني زي ما في ناس بتكرهكم في ناس بتحبكم وفي ناس عايزة تريحكم لكن انتوا حاليا حيرانين حاليا خايفين حاليا متوترين جدا على كل الافكار اللي في حياتكم اعصابكم لازم تكون هادية اموركم لازم تكون مستجدة لي حياتكم لان الاوضاع بتاعتكم بسم الله ما شاء الله هيكون فيه تقدم وفيه الظهار نفسي وجسدي كمان اه يمكن انتوا عندكم هنا بسم الله ما شاء الله عليكم خطوة جديدة طاقة جديدة شغل جديد طاقة مستجدة على جميع الاسعد فبلاش التوتر بلاش الحيرة بلاش الخوف بلاش القلق اللي متوزع عليكم لان طاقتكم دايما بيكون فتحت يعني بتكون مترقبة كل حاجة بتكون مترقبة عندكم ليه بقى؟ لان الوضع بتاعكم بيكون حساس جدا فيه فرحة انتوا مستنينها من مدة حاجة انتوا مستنينها بقالكم فترة حاجة مستخبية عندكم عايزين تكتشفوها الله اعلم فالاوضاع عندكم فيها تقدم وفيها تحسن كل الاوضاع بتاعتكم بشكل مختلف فيه خير لكم وفيه حصن حظ باذن الا فطول ما اعصابكم هادية هتكون فيه امور هتتخطوا فيها التقاط السلبية الوضع بتاعكم عصبي الوضع بتاعكم خوف الوضع بتاعكم قلق الوضع بتاعكم توتر الوضع بتاعكم حيرة الوضع بتاعكم هو اللي لغبط دنيتكم ملغبط حياتكم لكن اموركم كلها هيبقى فيها تحسن او هيبقى فيه خروج من المحنة اللي انتوا فيها وهترجعوا لنقطة البداية جديدة لان البداية جديدة عندكم هتبقى محاطة على جميع القصعد بتاعتكم وزي ما قلت لو العين مقصر عليكم ياريد تحسنوا نفسكم المعاصدين اهم حاجة في حياتكم تحسين النفس ده شيء اساسي على جميع الاوضاع بتاعتكم على جميع اللي اصعد لان طول ما انتم متحصنين طول ما انتم هيكون فيه تقدم وهيكون فيه خير وهيبقى فيه تحسن دخلي وخارجي على جميع الاوضاع بتاعتكم وما بالك بقى لما يكون الاوضاع بتاعتكم فيها خيطة يعني فيها عدم استقرار في حياتكم بيكون دايما فيه ضغوط نفسية وفيه مشاكل سلبية فلازم كل ما هيكون فيه تحسن عندهم كل ما هيكون فيه خير وفيه تقدم وفيه استقرار نفسي وجسدي الاستقرار النفسي والجسدي ده هيكون امور مستجدة على حياتكم وباسم الله ما شاء الله عليكم انتم كده كده عندكم نور من بعد ضلم عندكم خير من بعد قلم شايلين وعلى كدفكم او من بعد طاقات مؤثرة عليكم فيريد تخلوا بالكم من نفسكم وتخلوا بالكم من حياتكم بشكل عام لان التقدم اللي عندكم ده هيكون على جميع الاسعة بتاعتكم مش على وضع معين او على طاقة معينة فباذن الله ربنا هيكرمكم من حيث ولا تحتسب وهيبشركم من عنده لاني طال انتظاركم في الاخبار الحلوة اتمنى لكم السعادة والهنى والرزق والتفاعل اتمنى لكم الخير كله اتمنى لكم كل ما هو جميل ولو عجبتكم كرائتكم النهاردة ما تتخلوش علي باللايك الحلوة والتعليم ويرب تكون كراءة جميلة